أهلاً عزائي المشاهدين لكن أنت ذكرت على أساس التعامل على مبدأ الرحمة إذا ممكن تكرر هذه العبارة بعدين أنا عاوز أسأل عن الخطوات لهذا الغفران إذا المثل قاله رب الماجد أنا عملت 60 مليون خطية وقلت يا رب رحمني يا رب سمحني وسمحني يجي أخوي يشتمني شتمة واحدة أو إهانة واحدة أو مئة إساءة أو إساءة سوي 100 جنال أوقف غفران خطيايا أوقف غفرانه على جيه طب ما هو زي ما ترحمت أنا أرحم وزي ما أنا وقعت أخويا بيوع وزي ما أنا بطلب أن ربنا يغفر لي لازم أقبل أن أغفر لغيري فأساس الغفران هو الرحم